السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيب ينسى الله على الرسول الله علي افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب وكمنت حلو منكم ممتاتكم الجميلة ناس كتير طلبت مننا البيتزا هنعمل البيتزا المحلات البيتزا الاصلية بالطريقة بدون عجن بدون بيت بدون زبدة ولا حليب ولا زبادي سهلة وسريعة بدقيقة ومية وخميرة فقط وهنقول على كل الاسرار عشان الجبنة تفضل مططية وشايفين البيتزا لسه طلع من الفرن سخنة جدا هشة وخفيفة وهتتفوقي على المحلات ان شاء الله شايفين اصحاب البيتزا هشة جدا وهنقول على سر العجينة عشان تفضل معاك يا ما شاء الله زي ما انتم شايفين واخدة سوية تحفة من الاسفل هي شايفين ان شاء الله تجربوها وانتبقوا اهم حاجة على الملاحظات عشان تطلع معاكي آآ بيتزا ممتازة اهي شايفين الجبنة ملتد ما ما نشفتش ولا اي حاجة والعجين هشة جدا وكريزبي وخفيفة ممتازة ان شاء الله لايكات وشير يلا نبدأ الوصفة هنبدأ اصحابي بنص كوب ولازم المياه تكون دافية معلقة سكر وهنضيف معلقة خميرة فورية احنا النهاردة هنشتغل على نص كيلو من الطحين نص كيلو هيعمل لي تقريبا تلاتة بيتزا كبيرة يعني ونتأكد ان الخميرة ده بتمع المياه والسكر عشان فيه ناس كتير بتعاني تقول بعد ما عجن العجينة العجينة مش بتضاعف حجمها فبالتالي ان هو بتكون الخميرة مش شغالة يعني او الخميرة مدة صراحتها منتهية فالخطوة اللي احنا بنعملها دي لازم تعمليها اه هي بس عشان نتأكد ان الخميرة صالحة عشان تتأكدي ان العجين هيختمر معاك ما يروحش كل المكونات والاشياء على الفاضي وتطلع الخميرة بعد كده مش شغالة هنا بعد ما دمجنا نص كوب من الطحين هغطيها خمس دقايق وانسيبها تتفاعل عشان نتأكد ان الخميرة شغالة خمس دقايق فقط وانشوف الخطوة هنا اصحابي بعد خمس دقايق زي ما انتم شايفين فققيع يعني الخميرة بتاعتنا شغالة ما شاء الله هضيف معلقة من الزعتر او الاريجانو اللي هو للبيتزا ده في العجينة بيدي طعم حلو جدا اللي مش موجود عنده يقدر يستغن عنه واضفت نص كوب من طحين الدرة الاصفر الناعم تقدر تستغنوا عنه وتخلوا الكمية كلها طحين لو مش متوفر عندكم وهضيف رشة ملح او نص معلقة ملح وهدمت كل المكونات وهبدأ اضيف تلاتة كوب ونص من الطحين احنا استخدمنا نص كوب في البداية يعني معانا اربع اكواب اللي هو ما يعادل نص كيلو من الطحين وهنبدأ باطراف اليد ما بنعجنش مجرد بس الطحين يختفي ويندمج مع المكونات تبقى العجينة معانا جاهزة والعجينة هنا مختلفة شوية العجينة هنا مش محتاجة عجن ما بنعجنها زي البيتزا الامريكي اللي هي يعني بتبقى سبونش وتخينة كده شوية العجينة لا هنا البيتزا المحلات او البيتزا الايطالية ما بتحتاجش عجن خالص مجرد بس بندمج الطحين يختفي ولازم تبقى العجينة من اساس نجاح العجينة ان العجينة تكون رطبة يعني لازم تكون بتلزق في ايدك اهو زي ما انت شايفة العجينة بتلزق الطحين اختفى كده خلاص انا مش هعجن اكتر من كده اهو بس اهم حاجة ان الطحين اختفى وبتلزق في ايدي هبدأ اجيب اقل من نص كوب يعني يعني ربع كوب ومعلقة كده من زيت الزتون واللي معندوه زيت زتون يقدر يضيف زيت عادي ولازم اخلي العجينة كلها تتشرب زيت الزتون زي ما انتوا شايفين وملاحظة مهمة ان احنا نضيف زيت الزتون في النهاية مش في البداية ده بيدينا هشاشة للعجين برضو والعجينة كده زي ما انت شايفة لازم بتلزق في الايد ورطبة هغطيها ونخليها تتخمر حتى يضاعف الحجم اهو التخمير اصحبي من ساعتين لثمان ساعات يعني تقدر تشتغل فيها تعجنيها من الصبح وتشتغل فيها بالليل او العكس تعجنيها بالليل وتسبيها في التلاجة وتشتغل بها الصبح انا سبتها ساعتين فقط شايفين اختمرت حتى فارض لان الاناء كان الطبق صغير شوية المفروض تخلوها يعني في طبق اكبر شوية عشان تاخدوا رحيتها في التخمير لكن شايفين كمية بقى الهواء هو ده اللي احنا نريده وشايفين العجين احنا طبعا بنبلل ايدينا بالزيت ما بنضيفش طحين ولا اي حاجة عشان نقدر نتعامل لان هي العجينة بتبقى راطبة اهو شايفين بنبلل ايدينا بالزيت ونبدأ نجيب البورد او اي حاجة هنشتغل عليها نحط رشة من طحين الدرر الاصفر او الطحين الابيض واقسمهم تلات كرات بالنظر كده عشان يدونا تلاتة بيتزا للنص كيلو هنا اصحابي المرحلة التانية بغطيهم واسبهم عشر دقائق فقط حتى يضعف حجمهم كده يرتاحوا وهنا المرحلة دي تبقى كافية جدا هنا اضعف حجمهم خلص هنبدأ نجيب صانية لان البيتزا على طول بنفرد وبنسوي مش بنخليها تتخمر مرة تانية بعد التشكيل عكس البيتزا الامريكي هنا بنجيب ورقة زبدة وبحط عليها رشة طحين او رشة طحين اصفر اللي هو طحين الدرر الاصفر الناعم وببدأ بايداية زي ما انتوا شايفين العجينة راطبة جدا بنبدأ نتحكم فيها بايدينة ما بنحتاجش نفردها بنشابة ولا اي حاجة شايفين العجينة ما شاء الله طحفة بنبدأ ندفع بيها بايدينة كده حتى تاخد شكل اصطنية اللي معينا وهي طبعا بتبقى رقيقة مش تخينة وهبدأ باطراف اصابعي اضغط على الاطراف وندفع الاطراف بتاع البيتزا عشان ده اللي بيعمل لي هوى في العجينة زي ما انتوا شايفين كده ممتاز نبدأ بقى التشكيل او الحشي يعني هنا دي سلسة البيتزا بس حصل خلل في المونتاج هاضفها في نهاية الفيديو ازاي عملناها ودي سلسة البيتزا الاصلية تقدر استخدمها لكل البيتزا للمكارونات لاطباق تانية كتير وتقدر تحتفظ بها في الفريزر لاربع شهور ممتازة يا ما شاء الله هنعملها انتظروني في نهاية الفيديو هنعملها مع بعض طريقة سهلة وسريعة هنا بناخد جزء من سلسة الطماطم وطبعا لازم تبقى بردة ما تكونش حرة عشان ما تخرب لكيش العجينة انا بحب اضيف رشة جبنة رومي في البداية لان انتوا عارفين الجبنة الموزاريلا يعني دعمها خفيفة يعني ما عندهاش طعم ظاهر فرشة الجبنة الرومي او الجبنة الشيدر بيديها طعم حلو للجبنة هنبدأ نحط بقى رشة حلوة كده من الجبنة الموزاريلا يعني بنده رشة سخية كده زي ما انتوا شايفين وهنا اصحابي دي كرات كفتة اخبت حوالي 200 جرام من الكفتة اقل من 200 جرام وحطيت عليهم بصل وطوم وفلفل احمر حلو وبهرات ملح بابريكا فلفل اسود حبهان كزبرة كمون ارفة وضربتهم في الكبة وعملتهم كرات وبعدين قلتهم في زيت الزتون طبعا الحشوة تقدروا تشتغلوا باي حاجة لحمة مفرومة دجاج مفروم او قطع دجاج لانشون باسترمة تونة اي حاجة موجودة عندكم تقدروا تعملوها اجبان بس خضار بس يعني اللي موجودة عندكم تقدروا تشتغلوا بيه هنا اصحابي هناخد الاطراف ندهنها بزيت الزتون وارش عليها رشة من طحين الدر الأصفر وطبعا الفرن لازم يبقى ساخن جدا على أعلى حاجة بتاخد حوالي عشر دقايق بالضبط من أسفل فقط ما بشغلش من أعلى مجرد بتستوي من أسفل بشغل عليها الشواية بس أقل من ثواني حتى الجبنة تديني نقاط كده ما تحمرش عشان الجبنة ما تنشفش منك وبعدين بنبدأ نقطعها نخرجها ونقطعها سهلة جدا وبتطلع ما فيش أي مشاجل اهو زي ما انت شايفة العجينة هشة وخفيفة بس هي طبعا لسه سخنة جدا شايفين قد ايه الجبنة سايحة بس خلونا نجيب حاجة أشيل بيها لأنها هي سخنة فعلا اهي جبنة سايحة طبعا دي أنا عملتها بالكفتة بس هنعمل اتنين مع بعض تانين بحشوات مختلفة اهو اصحابي زي ما انتوا شايفين هنا دي بقى حطيت عليها نفس الحشوة فردنا العجينة بنفس الطريقة وحطيت الجبنة وهحط عليها بسترمة وحط عليها اضيف عليها كمان شرايح من البصل الاحمر وشرايح الزتون طبعا زي ما قلت لكم يعني الحشوات يعني اشتغلوا باللي موجودة عندك في التلاجة هنحط شرايح بصل وشرايح الزتون وبرضو دهنت الاطراف بزيت زيتون وهحط عليها رشة خفيفة من طحين الدورة الاصهر ودخلها اسويها وهي تلعت بعد التسوية شايفين ما شاء الله هشة برضو جدا وخفيفة شايفين اصحاب التسوية تحفة والاطراف هشة جدا وخفيفة هعمل التالتة برضو بكرات الكفتة وأضيف عليها الزتون بزيتونة كاملة اللي هو الزتون المخلي وشرايح من الفلفل الاخضر وهسويها بنفس الطريقة شايفين برضو بعد ما خرقتهم الفرن تحفة الاطراف هشة جدا وخفيفة واخدة تسوية تحفة من اسفل خلونا نقطعه ونشوف مع بعض وانتظروا معي عشان نعمل صلصة البيتزا نهي اصحابي طبعا يعني سهلة جدا ان شاء الله كل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف شايفين قد ايه بقى العجينة هشة وخفيفة بس هي طبعا سخنة جدا والاطراف رطبة مش جفة يعني اه من شاء الله عجبت الولاد جدا في البيت وشايفين مش مكلفة يعني الحشوات تقدر تشتغلي باللي موجود عندك في التلاجة العجينة اقتصادية جدا ما فيش اي حاجة وهي دي العجينة الاصلية اللي بيستخدمها في المحلات لو بيضيفوا عليها زبادي ولا بيض ولا اي حاجة اللي هي بتبقى بالزبادي وبالبيض وبالحليب اللي هي بتبقى البيتزا الامريكي اللي هي السبونش اللي هي التخينة اللي هي السفنجية او زي ما انتوا شايفين الجبنة سايحة اهم حاجة اصرار تسوية الجبنة منك تشغلي من اسفل فقط حتى الجبنة بتدوب وخدت البيتزا تسوية من اسفل بتشغلي الشواية سواني فقط بس مجرد الجبنة ما توصلها وشانها تحمر وطبعا اللي كنا عاملين قبل كده السوس البيتزا اللي بيستخدموه في المحلات هبقى اضف لكم الرابط في صندوق الوصف موفر جدا وبيعمل معاك كمية بيتزا كبيرة وبقى اقل كمية جبنة هنا اصحابي هنعمل سوسة البيتزا سريعا اخدت الكيلو من الطماطم ومعاهم بصلة متوسطة وحوالي سبع فصو ستون اشارتهم وهشويهم في الفرن حوالي نص ساعة ساعة لربع كده الشاوي بيدي طعم مختلف للبيتزا زي ما انتم شايفين هدخلها بقى الفرن تقدروا تستغلوا عن خطوة الفرن وتعطوها غلوة على البتجاز او الغاز من فوق لكن الشاوي بيدي طعم احلى هنا اصحابي بعد ما خرجناها زي ما انتم شايفين هقشر الطماطم لازم نتخلص من الاشرة وهو هديها ضربة متقطعة في الكبة ما ينفعش في شفشة الخلاط يعني لعشان ماش عايزين هتبقى مية احنا بس ضربة متقطعة هتضيف عليها بقى شوية توابل زعتر رحان بابريكا ملح فلفل اسود توم بودر سنة سكر وهناخد معلقتين من صلصة الطماطم ومعلقة من معلقتين كبار برضو من زيت الزيتون او الزيت العادي بروحتكم هنا حطيت الصلصة الطماطم بس اتبخرت المية الزيادة اللي فيها وهنا صارت معنا كده ممتازة هنضيف عليها بقى معلقتين كبيرة من صلصة الطماطم وطبعا لو الطماطم عندك مش لونها احمر تقدر يتضرب معاها او تحطي معاها فلفل احمر رومي عشان يعدل لون الصلصة وبنقلب وبعدين ننزل بالتوابل ونضيف معلقتين زيت الزيتون او الزيت